لو وصل لتالتة ولا رابعة نسب النجاح في بعض الكلية 25% و23% وال77% سقطين في بعض الكلية طبعا في كلية الحقوق نسب النجاح لا تجاوز 27% ولا 25% ولا 26% تخيل لما يكون عندك في كلية الحقوق 40 ألف طالب نسبة النجاح فيهم بتكون 23% والباقي بيسقط ما بيذكرش لا بيجيب كتب ولا بيذكر ولا بيخش محاضرة ولا أي حاجة خالص هو وظيفته طالب لما تيجي تقول له تعالي اعمل مزارة واخد 100 جنيه هيعمل مزارة واخد 100 جنيه لما تيجي تقول له كسر الكلية دي واخد 500 جنيه هيكسرها واخد 500 جنيه حتى هو ما عندوش ولاق للمكان لذلك النهاردة لازم مواجهة هذه المسألة طيب طبعا هذه الأفكار مهمة جدا في أنه هي تحتاج لتعديلات تشريعية مهمة لأنه نبني وطنا جديدا نواجه إرهاب المسلحة تخلصنا منه حماية الجامعات هي حماية مستقبل وعقل مصر بعد الفاصل هنكمل ترجمة نانسي قنقر